فوت لأم العوبة حلوة موت بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلية وعشاق الرياضة في كل مكان مع برنامجكم ملك وكتابة الاستثمار بين الاستنفار والاستقرار أهلا بك بشوانس أهلا بك أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم والحلقة 558 حلقة الخميس من ملك وكتابة فيها موضعات كثيرة مهمة هذه أبرز عنوينها مقالي ومقاله الاستثمار بين الاستنفار والاستقرار في الغربال الأهل ما يعملش كده بعضمت لسانه الجدارة والكتب خيبة أشموع الحمراء وجعفر والي باشا وفي أسرار الملك طلبة والرحيل المفاجئ وأخيرا في مجلاتنا اليوم ومن أربعين سنة محتوى نتمنى إن شاء الله أن حضراتكم تستمتعوا به كلام كتير الفترة اللي فاتت عن الأندية الحديثة عن فرص الاستثمار عن تأسيس الشركات فيبقى مقالي ومقاله الاستثمار بين الاستنفار والاستقرار أبا شمانس موجة حقيقية ويعني تحرك نشط جدا لفكرة الاستثمار الرياضي يمكن ده اللي خلاني فكرت النهاردة زيارة الوافد الخليجي لوزارة الشباب وتحريك استغلال استاد القاهرة بشكل استثماري والبدء بخطوات وقعية في هذا الأمر وبعدين ربط المشهد الأخراني بأن أكتر من مجموعة خارجية تريد أن تستحوز على أندية مصرية في إطار الاستثمار فيها آخر الأخبار طبعا مجموعة زد وقيلة أنها هتستحوز على إف سي مصر وقبل كده طبعا كان فيه كلام أن المقاصة في طريق أن حد برضو يستثمر فيه لحد ما طلع برضو الأستاذ محمد عبد السلام واتكلم على هذا الأمر بشكل يعني واضح لدرجة أنه هو يعني سوء السؤال هالبيرامت كان عامل مشاعد أو عامل رئيسي فيه رفع رفع كل حاجة يعني الأسعار والرواتب فكان له رأيي أنه لا لأن مجموعة الاستثمار جاي جاي ده رأيه وأنا قد أتفق مع كل هذه التوجهات ولكني أرى أن الأمر يستوجب الاستنفار والاستقرار أو خليها الاستقرار والاستنفار لأنه ما فيش مناخ رياضي ما فيش مناخ استثماري حينجح إلا بالاستقرار في كل حاجة الرياضة جزء من المشهد العام بتاع الدولة استقرار الدولة يعني دخل استثمارات فيها يعني الناس يبقى مطمئنة يعني الناس تبتدي تشهد نهضة إقصادية حقيقية يعني الناس تبتدي تستمتع بالتضحيات السابقة وتبتدي تستقبل عوائد الاستقرار عشان كده احنا تملي مع الاستقرار الدولة في نفس المشهد الرياضي الأمر لا ينفصل استقرار بس المطلوب يعني حتقولي الله هو انت مع ناس تيجي تدفع وتعلي الأسعار وبتاع هقولك ما فيش مشكلة خالص بس بشرط الالتزام بيتوجه الاتحاد الدولي والالتزام بمعايير الشفافية المالية اللي هي عبارة عن ميزانية واضحة بتقول فلوسي جاي منين وتكون هذه الميزانية بتافي بالالتزامات يعني ما اقدرش ان انا احط مليون جنيه وعلى الالتزامات بعشر مليون جنيه الفجوة دي هتتسد ازاي واذا تسدت منين ده في الحالة اللي انا بتكلم يعني وضع الضوابط دي تؤدي الى استقرار الاستثمار في الرياضة واستقرار الاسعار في الرياضة واستقرار الاندية تقدر تنافس بخلاف هذا حتبقى فوضى مالية عارمة لن يستفيد منها الا الوكلاء وبعض الظواهر المؤقتة في المواهب اللي مش هتكمل حتى نتيجة ان برضو احيانا المال يا استاذ براهيم ياخدك في سكك مش موضوعية من لما يكون مفوش ضوابط يعني ولهذا انا عايز نحط الضوابط جامد جدا جدا وننطلق باقصى طاقة في الاستثمار الرياضي حفاظا على ايه على تاريخ انت لو فاكر وده هتكلمنا فيه انت بقى بإذن الله بعد ما خلص كلامي ده انت فاكر كان كل مشكلتنا ايه في ملك وكتابة الفطرة اللي فاتت في المجل الصابق النظام الاساسي لقيحة النظام الاساسي اللي ما كانتش بتضمن بتضمن حق الجمعية العمومية في مراقبة الاستثمار في آآ اسم النادي في كرة القدم تحديدا يعني كنت المفارقة انت كانت مبنية على انك انت لو عايز تعمل شركة تقدر تس آآ لازم ترجع للجمعية العمومية ويبقى فيه الاغلبية من الحملة الاسهم هي النادي الاهل لكن في ادارة كرة القدم كان الشيء اللي نبهنا وخضينا ان لا ده كان عايز خرار مجلس ادارة بس ونحى الجمعية العمومية وشرط ان النادي يبقى له آآ الحصة الاكبر انا بقول لابد من وضع الضوابط وبعدين ننطلق ونراقب بحسم وحزم آآ كل هذه الاجراءات وبعد كده يبقى التنفسية في السوق تنفسية مبنية على الشفافية والنزاهة والقدرة الحقيقية في ادارة آآ كرة القدم في كل آآ مؤسسة طيب الاستنفار بقى ايه ليه الاندية وخصوصا الاندية الشعبية الكبيرة اهل زمالك اتحاد مصر اسماعيلي وقابليهم كان المنصورة والمحلة وبلدية المحلية واصوان كل الاندية اللي هي بتعلق عليها احلام وطموحات المواطنين في هذه يبقى استنفار يعني ايه يعني كل واحد لازم يفكر في بقرة النادي الاهلي ماستناش النادي الاهلي عمل شركة وقبل كده كان عمل الاهلي انتاج الاعلامي وقبل كده عمل حزم اقتصادية استثمر قدر يعلي آآ الامجي بتاعه ويقدر يجيب من الرعاية ومن البس التلفزيوني ارقامته استطيع النهاردة انها تافي بالتزاماته لكن محتاج انه لا لا يهدأ ولا تقف وبقرة بقرة بقرة ويسبق بقطوة وده اللي بيحاول عمله ندي الاهلي وده اللي بادعو كل الانديهة الشعبية اللي هي تعمله مم المم. لان ازا كان الاستثمار الرياضي حييجي على حساب الانديهة الشعبية وخلي بالك انت لما احنا بنتكلم على المقاصة ما هذا نموذج كان استثماري ناجح صحية استثمار في الرياضه في وضعيته اهه اا اه افي سي مصر ما هذا نموذج في الاستثمار الرياضي ناجح صحية فانت برضو بتجيب كيان اكبر يلتاهم كيان كان ناجح ما كانش يعني كان ماشي ياريت كن راح في حدى التانية يعني الاستثمار يبقى فيه تزاوج بين الاندية تزاوج بقى مش استحواز تزاوج بين الاندية الشعبية والاستثمار كده بنضمن الحسنياية بنضمن النادي يستقر بشعبيته بالعاكس الاستثمار محتاج اندية شعبية ده وجهة نظري وطموحات الجماهير ولكن دون ان يقضي عليها ويضم الله على التمويل والشفاف أرجو ان الناس تاخد بالها من العبارة اللي تبدو انها يعني فيها سجع لكن فيها حقيقة الاستثمار بين الاستثمار والاستقرار ده كلام مهم جدا الرياضة المصرية ما حققتش هذه الطفرة والاندية المصرية ما تحركتش لقدام إلا بفعل الاستقرار استقرار العام في الدولة في الفترة اللي فاتت هي اللي كفلت أولا صدور قانون الرياضة الجديد ثانيا الاندية المصرية احنا النهاردة ثلاثة اندية مصرية في الأدوار المتقدمة أو قبل النهائي في دور الأبطال وفي الكنفدرالية والاسماعيلي كمان في البطولة العربية إذن ما كان لهذه الاندية انتغته خطوة مهمة للأمام في السنوات الأخيرة إلا بفعل هذا الاستقرار العام في الدولة كمان قانون الرياضة الجديد 71 ل2017 ما كان ليصدر ويحقق كل هذه الطموحات ويلب كل هذه الرغبات في الاستثمار الرياضي الجديد إلا نتيجة أو نتيجة مباشرة لحالة الاستقرار العام في الدولة مناخ الاستثمار الجاذب للرياضة المصرية جاي على هذه الأرضية المستقرة هنا في ملك وكتابة مهان سعد لأشار له نقطة لعلها من المفيد أن نحن نفكر بيها لأنه النادي الأهلي لما أعلن في الأيام الأخيرة عن تأسيس ثلاث شركات مهمة شركات مساهمة إحداها شركة الأهلي لكرة القدم وده كان حجر الزاوية لبرنامج ملك وكتابة فيه اختلاف بدل الكثيرين إنه خلاف عنيف شوية في وجهات النظر مع مجلس الإدارة السابق وليه كل التأدير لكن كان الخلاف وقتها خلاف جوهري بتتضح أسبابه ونتائجه هذه الأيام لأنه وقتها لايحت أو مشروع لايحت النظام الأساسي اللي كان معروض للجمعية العمومية واللي الطلب من ملك وكتابة إنه يعمل حوار مجتمعي حواليه لاحظنا ساعتها فيه مادة صريحة وواضحة جدا بتقول إن المجلس الإدارة الحق فيه إنشاء شركة لكرة القدم وطرح أسهمها في البرصة فقط جفت مادة تانية بعدها بشوية لمجلس الإدارة الحق في إنشاء شركة أو شركات لبيع الملابس الرياضية وخليها شرط مقيد بقى بشرط الحصول على موافقة الجمعية العمومية وامتلاك نادي لـ 52% من أسهم هذه الشركة يعني لما أجي أبيع شرط وفن الله وأدوات رياضية أرجع للجمعية العمومية واحتفظ للنادي بـ 50% من قيمة هذه الأسهم بينما كانت فكرة بيع شركة كرة القدم وطرح أسهمها في البرصة بدأ الأمر وكأنه مفتوح ومطلوق ومتاح هنا كانت تخوفنا وهنا كانت وجهة النظر اللي أعتقد حضراتكم فاكرين تفاصيلها فكانت النتيجة أنه مجلس الإدارة الحالي لما عمل مشروع لائحة النظام الأساسي تنبه إلى هذه المسألة اهتم جدا أنه ما من شركة تنشأ في النادي إلا الحصول على موافقة الجمعية العمومية وامتلاك النادي إلى أكثر من 50% من أسهم ده كان بسبب هذا الحراك وابداء وجهات النظر القانونية المهمة الحريصة على النادي لكن لكان خلاف مع أشخاص فقط كان خلاف على أفكار والهدف المباشر كان مصلحة النادي الأهل وقتها تقال أصلا فيه مش عارف مين عايز يشتير الكرة القدم في الأهل ومين عايز يستثمر بعض الحاجات بتتضح دلوقتي للعامة لكن كان المهم أنه النادي الأهل السباق دايما لما الناس اتكلمت في الفترة الأخيرة بموجب قانون 71 ل2017 اللي فتح نوافذ كتيرة في الاستثمار الرياضي والدي الأندية الحق في استغلال القيم التسويقية بتاعتها وعلاماتها التجارية كانت النتيجة أنه مجلس الإدارة طلع بسرعة بمهمته ومسؤولياته في تأسيس ثلاث شركات ده دي القوة بتاعت النادي الآلي اللي ميزانيته تعدت لتنين مليار البقية الكينات الشعبية هو ده اللي الأشار إليه المهندس عدلي هي ديات اللي محتاجة سوهبة في ضوابط قليات كتيرة تتفاعل الحفاظ على الحقوق العامة وهذه الكينات الجماهيرية يعني أحب أن أنا يعني بس إيه أستكمل لإني كنت حنسة الحقيقة حاجة مهمة جدا من ضمن الحاجات يعني فيه أندية بدأت تنفس فكر استثماري وهي مش أندية أنشئت كشركات يعني لما شوف تجربة نادي سموحة سموح لم يكن نادي كرة قادر لكن جاء على رأسه رجل أعمال فكر في نادي سموحة طوره عمل اهتمام برياضي هائل عنده فرق بسكت بتنفس عنده فرق كرة طيرة بتنفس عنده فرق هندبول بتنفس عنده فريق كرة قدم بينافس أو يعني بيناكف خلينا كل الفرق دي لا محسوسة وفي نفس الوقت نهضة إنشائية هائلة طب الأندية اللي زي دي وادي ديجلة نفس القصة نادي ابتدى وله فروع كبيرة بأفكار استثمارية لكن في كرة القدم وفي ألعاب أخرى هو نادي استثماري طب الأندية دي لو ما فيش ضوابط في السوق الفوضى تلتهمها أيوة الفوضى تلتهمها مع بعض الأندية الشعبية واخد بالك إحنا مش عايزين كده إحنا عايزين الفكر الاسماري وفكر تنافسي شريف بالضبط ادي كل الناس الحق إنها تتنافس بس كل واحد يبقى عارف اللي قدامه ده أوله وإيه وآخره وإيه هنا كل واحد حيوفق أوضاعه بقى اللي عايز يبيع جزء من حصته يبيع اللي عايز يقولك لا يا عام حاجة كي نحياتي وأنا قادر أقوم لوحد دي بما أملكه من حقوق ما فيش نادي ما عندوش حقوق كل واحد هيفكر كده هليق عندو حق حق الامج حق التاريخ حق الصورة الزهنية حق الأسوار حق المحلات حق فيه النادي مساء جزيرة عندو الجولف وعندو التنس وعندو الباسكت مش ضروري يبقى كله كرة خادر لكن عندو عندو حاجات يقدر يحطها على طائلة على طاولة المفاوضات وهو بيخش في شراكة وبيستجلب مستثمرين التنوع ده ممكن يعمل نهضة رياضية هائلة ويبقى الدولة فعلا تتفرغ ساعتها لدور الرئيسي في نشر الرياضة للجميع في نشر ان كل مواطن مصر يستطيع ان يمارس في نشر في دعم البنية الاساسية بملاعب زي برة مفيش بارك مفيش جنينة مفيهاش ملاعب ممكن انك تنزم من بيك وتروح تلعب فيها ويبقى الحكم بتاعك المهندس اللي جنبك والمدرب بتاعك الدكتور اللي جنبك والدنيا قائمة في نشر رياضة على هذا على هذا الاعتبار فاحنا نتمنى نوصل في يوم الامل كده بس الحماية لن تأتي الا بالشفافية وبتطبيق المعايير اللي بيطلبها الاتحاد الدولي وده اللي كمان اللي مطلوب في مجال كرة القدم باعتباره المجال الشعبي المؤثر كينات المستثمرة من حقها تتدخل من حقها تتشارك من حقها تشتغل في الكرة لكن من حق الاندية الجماهيرية الشعبية الحفاظ على حقوقها على ممكانياتها وفقا لضوابط فقاليات السوق مؤكد قانون اللعب المالي النظيف دي مسألة دولية متعارف عليها لعله من حسن تطالع انه هذا التحول الكبير اللي حصل والنوافذ اللي بتتفتح دلوقتي في مجال الاستثمار الرياضي جاي في وقت وزير الشباب والرياضة واحد من النبيهين المهتمين بهذا المجال وعلى رأس التحاد الكرة ولجنته الخماسية رجل مصرفي مهم جدا للأستاذ عمر الجنين فبالتالي الحفاظ على حقوق الاندية الجماهيرية الحفاظ على المنافسة النظيفة الشريفة الشفافة في الوسط الرياضي والوسط الكرة وبالتحديد محتاج لتفعيل قواعد اللعب المالي النظيف ووضع آليات وضوابط كافة وبمناشبة الاستثمار فاصل نطلع لفاصل وبعد الفاصل في الغربال الاهلي ما يعملش كده اهلا بحضراتكم من جديد شفنا في مقالي ومقاله افاق الاستثمار كل ما يستجد في الساحة الرياضية حاجة هذا المناخ لكثير من الضوابط والحفاظ على قواعد اللعب المالي النظيف وبقيت هناك اخبار كتيرة جمعنا هلكم في الغربال الاهلي ما يعملش كده الحكاية الحلقة الماضية كنا اشرنا الى بعض العنوين في بعض الاخبار اللي تحدثت عن صرف الاهلي او اتجاه الاهلي او موافط الاهلي على صرف مكافآة الفوز لللاعبين حتى اللي خرجوا منه النقد الرياضي الكبير والمحترم الأستاذ محمد سيف كتب تويتر مهمة هقره لكم ونعيش المهندس عادل فيهم قال للأستاذ محمد سيف الاهلي ما يعملش كده بيقول قراءته خبرا ان الاهلي قرر عدم صرف مكافآة الفوز بالدوري لللاعبين الذين تركوا الفريق شريف اكرامي رمضان صبحي وحسام عشور وبيقول واتصل به احد الاعضاء العاملين بالنادي يستنكر القرار طبعا قرار مستفز لو حصل ولا يتفق ابدا مع مبادئ الاهلي في مثل هذه الامور ولا يتفق مع حالات سابقة صرف فيها الاهلي المكافآة واعلمها بيقول الاستاذ محمد سيف ولان الاصول الصحفية والقواعد المهنية تقول بالرجوع الى المصدر لتأكد من صحة اي خبر قبل نشره او التعرض له بالنقد فقد اتصلت باحد المسؤولين المعنيين في النادي والذي نفى تماما الخبر بل اندهش منهم وقال لي ان استحال ان يفعل الاهلي ذلك وعمره ما عمل كده ولا حيعملها واخذ يسرد تفاصيل لحالات سابقة ومنها لاعب ترك النادي وانتقل لنادي اخر وقبل انتقاله ادل بتصرحات تلفزيونية حاجة ما فيها الاهلي ومع ذلك تم صرف المكافأة الخاصة به وفقا لللاحة وتم ارسال الشيك الخاص مع احد زملائه هو ده الاهلي زي ما بيقول الاساس محمد سيف تعليق تعليق ان استاذ محمد سيف طبق ده انصف الاهلي وعمل الصح كلم مسؤول وقال له الخبر لكن اعاد ان اتوقف عند الخبر يعني اعمق من ان انا اقرأ كلام كلام هايل من صحفي له مصدقيته ويعني ناس كتيرة نتيجة انه بيحترم المقاوي بتقدر يعني تاخد منه كلام اللي تصدقه وهكذا ينبغي ان تكون الصحافة في ظل بعيدا عن الهواء هو رجل زمالكاوي لكن هو لا يعمل طبق اهواءه ومعندوش اجندة في الشغل غير المصدقية اللي كتب الخبر بقى عكسه يعني الذي قرر ان النادي الاهلي قد قرر مين جبت الخبر منين نسبته المين وليه بتقوله دلوقتي الاستمرار في ضرب الاهلي في في مبادئه لن يتوقف استاذ ابراهيم خلي بالت هو الاهلي ما بيعمل الصح بيعمله لانه بيستسمر في مبادئه لانه عارف انقطاع كبير جدا من الناس والبشر طلع عايزة النموذج الصح وتتعلق به فهو ده الخطورة انه هو مش قادر يروح لك في المنطقة دي فبيضربك فيها انا مش عارف بأزابه انا راج يعني انا راجل مستقيم وبصلي وسمعته كويسة ودي الناس حواه بتاع وجاري او العكس وجاري راجل عربيد وراجل متطاول وراجل متجاول وراجل بيمد ايده وبياخد وبيغتص بالحقوق هو مش هيقدر يعمل ليك او مش عايز يعمل زيك او ما يعرفش وما ينفعش يعمل زيك فلازم يبينك ان انت بتعمل زيه فلازم يضربك هنا النقطة اللي انا دائم التنبيه اليها اقو عطد فرصة للناس دي تسرق تاريخه ولا يعني تزايد على مبادئ مبادئ الاهلي ومبادئك لان الحقيقة النادي الاهلي تدعم سوابته هو النادي الاهلي مش 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 هتيجي تقول له ايه انت بتعمل الواحد تتعور عندك وتعالج برة تروح تتفعل ومرتبه والتاني مش عارف ايه اه 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 بعمل كده انا سعيد وانا بستثمر وانا بنامي القرش ده ربنا بيقولك التجارة مع الله يعني ما تدي الناس حقوقها اه او تمتد رعايتك للناس اللي هتستحق منك انك تدعمها ها دي تجارة مع الله سبحانه وتعالى فمش هتستثمر اموالك في انك تعمل الصح عشان الناس هو انت انت فكر ان انت اللي يقولك مهند الصفقات انت ده جزء من الناس اللي كنت بتكلم الناس فيه جزء من اطمأنينة اي لاعب انه لو ضح بقرش عشان خطرك هو بيأمن نفسه بدون بوليس التأمين ما انت اش عامل بوليس التأمين انما هو عارف ان تاريخك بيحميه قيمك بتحميه هو هو معك مش الان لا النهاردة ولا بكرة ولا بعده وامثلة كتيرة واحنا محرجين نتكلم فيها محرجين فيها لكن الحقيقة هي دي الاهلي ما يعملش كده مبادئ الاهلي ونظامه وثوابته وتاريخه وقيمته ما بيكلش حق احد لعيب اد لعيب لعب لعيب شارك لعيب كان له دور تنطبق عليه الليحة في حالة المكافأة هيروح لحقه لغاية البيت لعيبة كانت مشت ملالي من بر مصر اجانب ولالي فضل يدور على تليفوناتهم وواصيل الانتصال بيهم كان ماكي اعتقد لا 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 اكتر من حد لعيبة اجانب ولعيبة مصريين كبار جدا ومصريين حتى فيهم ناس مشت على خلاف مع ادارة النادي ورح لهم ورح لهم مرتباتهم او حقوقهم او مكافأتهم لغاية البيت هي دي ده جزء او ده مبدأ من مبادل اهلي ما بيكلش حق احد حديك مثل استاذ ابراهيم الاي اللي ليس مجبرا عليه يمكن انت ده بتدي حقوق لكن الكابتن حسين امين والكابتن اه محمد علي البكرية احمد علي البكرية اه احمد علي احمد علي اه اللي كان عندنا من المنصورة اه اه الاتنين كانوا في اعارة خارجية ورا بعض ورا بعض مش مع بعض اه وتعوروا اه ولم يتم علاجهم واحد منهم اكلمني ده اللي حضرته حسين امين قلت له ما تقلقش النادي الاهلي تكفل بعلاجهم وما تكملوش في النادي الاهلي اعملوهم العمليات وما تكملوش النادي الاهلي وتكفل بيهم لاني ده حقهم ع النادي الاهلي ده اللي حصل مع جيلبرتو فيه بقى ناس تانية تتكفلت بيهم زي جيلبرتو برا القايمة كانت انساعد السمير برا القايمة عليكتو هتعلم ويرجعلك في القايمة وشلته من القايمة مفكرش يساومك ليه لانه جدت النادي الاهلي اسحاء اول النيجيري لالي كان جابه من اسوان لعب في النادي الاهلي زي الايام دي بالزبط في نهاية الموسم اتعاور جاله روباط صليبي ما تسجلش في الموسم الجديد فضل الاهلي بيعالجه راح ألمانيا عمل الجراح وجيه فضل يتقاهل في النادي الاهلي على حساب النادي الاهلي وهو برا القايمة كانت النتيجة ايه اسحاء اول جاب اسرته منيجيري واقام في مصر وبقى مدرب في قطاع الناشين في النادي الاهلي والغاية دلوقتي لما بيحكي ويتكلم بيفضل دايما ممتن لهذا الدور اللي عملوا معايا النادي الاهلي حتى هو برا قيمته ده النادي الاهلي وده الانصاف من الأستاذ محمد سيف ايضا فرحة الاهلوية كانت كبيرة اول يومين اللي فاتوا بابطال الطائرة الحقيقة تطشهود محدش يقدر ابدا يغفل حجم هذا الانجاز السنادي يبدو ان ايام الاهلي مستمر بالزبط الكرة الطائرة رجال وانسات نشئين ونشئات تمتخيلين انه الاهلي تقريبا يفوز ب13 بطولة في خطاع الكرة الطائرة السنادي عندك الرجالة ياخدوا الدوري والكاس بعد البطولة العربية البنات ياخدوا الدوري والكاس انجازات كبيرة جدا افردت لها كثير من المواقع مساحات كبيرة موقع الدبلوماسي في نسختائه العربية والفرنسية حرص على الاشادة بسيدات الاهلي بعد التتويق بكاس الطائرة وكتب وكأن كؤوس مصر الرياضية تأبأ ان تحلق الا في سماء الاهلي الخطيب يبارك فريق الكرة الطائرة لسيدات بلطف وشموخ ده موقع بالانجليز والفرنسية والعربية موقع الدبلوماسي في المصر اليوم النهاردة للصديق العزيز الدكتور ياسر ايوب بيكتب مقالة مهمة عن لعبات الاهلي وحكايتهن الاستثنائية وبيشير ياسر ايوب الى هذا الانجاز المهم جدا لبطلات الكرة الطائرة في النادي الاهلي وبيقول انه ده فريق استثنائي ومن المؤكد ان لعبات الاهلي من حقهن تهنئة التقدير والاحترام هن ومدربهن وادارة فريقهن ومسؤول الاهلي وادارته مثل ما هو حق لجمهير الاهلي ان تفرح ببطولة جديدة لناديها الكبير والعريق وبيصعر ياسر ايوب تاريخ كرة الطائرة ان ننسب هذا الانجاز لادارة بعينها او مدربين او حتى جيل واحد من اللاعبات واذا كان من الضروري هنا الاحتفاء بمن خاضوا تحدي البدايات وتألق السنوات مثل الكابتر رؤوف عبدالقادر ومعه النجمات الكبيرات المقالة دي فكرت بحاجة مهمة قبل ما خش على استاذ ابراهيم على استاذ رؤوف كابتر رؤوف هو يعني فيه انه واخواتها فيهن واخواتهن اه لان هذا الانجاز الرائع في السيدات كررته سيدات السلة اللي حيحكي لنا تفاصيله دلوقتي كابتر رؤوف عبدالقادر واحد من صناع هذا الجيل الزهب الحقيقة او اللي حط النبت لهذا الفريق الاسطوري اناس اناسات الكرة الطائرة كابتر رؤوف عبدالقادر مدير المشاط الرياضي في الاهلي كابتر رؤوف الف مبروك واهلا بيك اه مش خير كابتر رؤوف اهلا بيك اهلا بيك يا كابتر غيرنا لك معاد البرنامج اهو علشان تلحق قبل ما تنام كل ما نكلمك نلاقيك نمت الف ministro مواصل على طول على التسجيب بتاعت مني سل lands صحيب نبتدي الاول ب كرة السلة هي رأيكم فضل كرة السلة بعد العودة لاستقناف النصاط بعد جائحة كورونا الاتحاد قرر استكمال بطولات المرتبط للسيدات والرجال الرجال تحت عشرين سنة وتحت تمنتاشر سنة والسيدات تحت تمنتاشر سنة استطاع النادي الأهلي حسب الثلاث بطولات في المركز الأول يعني أول عشرين أول تمنتاشر سنة وتمنتاشر سنة بنات يعني جميع البطولات اللي استهنفت بعد جائحة كورونا مش كده وبس بيبقى فيه درع مخصص للنصاط في جميع الدراجات والمراحل استنية سواء فيه درع العام لفرع الرجال وفيه درع عام لفرع السيدات الثلاث الأهلي أيضا بالدرعين ده دليل عايزة توقف هنا عند فوز النادي الأهلي بالدرعين وحصول النادي على المركز الثاني في البطولات اللي خضى على مستوى الرجال هذا معناه إيه؟ إن السلة هي الأولى سلة الأهلي هي الأولى هذا الموسم درع رجال وسيدات بالضبط بالإضافة طالما حضرها اكتطرقت لفريق الرجال هنحتفظ بالفريق الأمام السادة المشاهدين بالفوز أنا أعتبر الأول الفوز ده يرجع أولا وأخيرا طبعا بعد موجود اللاعبات والجهاز الفني ودعم قدارة النادي ليروحة في النلة الحامرة ليه؟ اللي تمال بتظهر بتاعت الشدائي صحيح يعني كان متأخر مباراة استطاع فريق سبورتين ده كان بيس شري البلاي أوف استطاع فريق سبورتين الفوز بالمباراة الأولى والكتير يعني تكحانه إنه خلاص سبورتين كان قابق أو ساين أو أدنى من الفوز اللي بطولة الدوري السنادي الدوري السوبر علشان يتعادل فريق النادي الآلي ويفوز بالمباراة الثانية عشان نلتجأ للمباراة الحاسمة اللي فضلت ما تجيتها معلقة لغاية آخر ثانية عشان يحسمها فريق سيدات النادي الآلي واللي بتظهر فيها مشكلام روح الفناني للحامرة دي تتوارس جيل عن جيل ومن لعبة الأخرى من هنا أنا بشكر الجهاز الفني يفوزه النهاردة ببطولة الدوري المرتبط واللي دي بتضمن على مستقبل كورت السنة للسيدات في النادي الآلي في السنين القادمة وبعديها المتابط ده يعني فريق الأول بالإضافة للفريق 18 سنة ويفوز بدوري السوبر وفي نفس الوقت تازف ببرونزي البطولة الأفريقية الأول مرة في تاريخ ده كانت بيننا وبين الفاينال ثواني يعني كورة كانت ثولت حسبة على اللعبة الآلة الآخر الثانية اللي غيرت نتيجة المباراة يعني كنا بنلعب على الفاينال كنا برضو رايبين جدا من فوز بالبطولة طالما بنتكلم بقى على الآخر الثانية هنتقل من السيدات للرجال النادي الأهلي لا يرضي طموحه غير الفوز بالبطولات والمركز الأول دائما وده التارجت بتاعنا يعني ما ينفعش أي حد في الدنيا ببالي خطة رياضية ببالي تارجت النادي الأهلي لا يختلف على اثنين تارجته واحد تارجت واحد منذ ناشئة النادي الأهلي اليومنا هذا هو الفوز ببطولة أي لعبة بيلعبها والآر يضى مكسب اخصالة وكل حاجة لكن احنا لا يرضي طموحنا إلا المركز الأول كما تعودنا دائما ونوارس هذا من جيل إلى جيل نشوف فريق الرجال فريق الفاتت لما تيجي تقارن تمليت قارن تفاحة تفاحة تقارن السنة اللي فاتت كان ينافس على البطولات فرق الأهلي والتحاد السكني والزمالك والجزية وسبورتينج وسموح ست فرق كانت بتتنافس وما فيش حد يقدر يقرف ولا يتكاهم بنتيجة أي مباراة بين الستة دول فليما نيجي بالدليل هتبص اللي فات بالكاس نادي واللي فات بالمرتبط كان نادي واللي فات ببطولة السوبر كان نادي تالي النهاردة تحصرت المنافسة في كورتستلة ما بين نادي لاتحاد السكندالي سواء في نهاية كاسمو أو السوبر اللي فات بيها نادي لاتحاد وأيضا كان النادي الآلي هو اللي بينافس لغاية أخر لحظة على البطولتين من بص يعني الرياضة تعني توفيق وعدم التوفيق يجي من بص الآخر ثواني من المباراة مع مباراة الجزيرة في دول المرطال كان النادي الآلي متقدم سبع نقاط وكان فاضل حوالي 14 سنة تحولت يعني مش عايزين نهدر نادي الجزيرة نادي كبير ولعبته كبيرة مع جاز الفن وبالحقيق استطاع التعادل في آخر ثانية مع شرطة من اللاعب عبر الجندي عشان نلتقي لأوقات الإضافي ونلعب وقت الإضافي الثاني بعد كده نخسر الدوري المرتبط زي ما بقول لحضرتك بعد مكنم التقدمين سبع وقت هنيجي بص للنهائي البطولة بطولة الكاسم أيضا كان أمام الاتحاد السكندالي ويعني توفيق وعدم توفيق لو كان اللاعب أليكس أخذ الكورة ودخل بيها حاول يخش يوصل لغاية البطول بيها كان مفيش حل إلا يعني أنا محبش طبعا أتكلم في الفنيات بس أنا أتكلم الكلام اللي أنا سمعته من إجهاز الفني مختص بتاع اللاعبة لو حاول حيبقه دم التحاد السكندالي حاجة من إثنين يخافوا أنهم يلعبوا فاول عليه فيخش الغد ما هيوصل مرتاح للباسكت ما هيضطروا في الحالتين لو جابهم أنت كسبت الكاس ولكن تفضل إلى أجهبه تم اختهاره أنه هو يلعب رمية سلسية من الجنب فضل بتنط على الحديدة يعني لو دخلت كان أيضا استطاعنا حسن بطولة الكاس بطولة الدوري الجميع شاهد جميع المباريات برضو في السهواني الأخيرة صحيح منتكلم في المباراة الثالثة يعني ولكن ده مش مبرر لأن النادي الأهلي ده ما بقول لا يطمع إلا في المركز الأول وكان فوز السلة بالدرع سواء رجال أو السيدات ده في حد ذاته في الحصاد العام إنجاز جاي ده كابتو أكيد الطائرة بقى خلينا سريعا بالنسبة للرجالة الرجالة الناس تخوفت على أن الفريق كبر وقال لك فريق العواجيز ثم البنات والنبت المستمر للجرس اللي أنت عملته الرجالة سريعا تقديرك لإنجازهم إيه يعني النهاردة السلسية سواء البطولة العربية أو البطولة الدوري الدوري والكاس أو بطولة الكاس في ظل منافسة قوية كان بالحضراتكم يعني الوضع دلوقتي كل الأدية الموضع أصبحت بالنفس يعني كان يعني في العشرين سنة الأخيرة يمكن كانت منافسة وتنحصر دائما ما بين النادي الآلي والنادي الزمالك ولكن خلاص في السنين الأخيرة اللي أندية كلها بالدعم مختلفة بلعبين وفيه حقود اعتراف واجهزة فنية واستعانى بلعيبة محترفة من الخارج فالي أنا عايزة أقوله أن استمرار النادي الآلي بالفوز بالبطولات والاحتفاظ سواء بالدوري أو بالكاس للسنة الثالثة على التوالي ده بيدي انتباعات جيدة ولكن عايزة أقوله أن خسارة مباراة مباراة وممكن تكون تاكتيكية من الجهاز الفني صحيح لما يكون الفريق خلاص حسن بطولة الدوري وباقي خمس خمس أيام على مباراة السنة فينال بتاعت الكاس احنا وضحنا دي وضحناه فنيا ففيه ناس كتير جدا يعني تقول أن المباراة دي يمكن أول مباراة يخسرها هذا الفريق خلال مثلا سنتين تلقيت الفريق تبص حضرتك يعني السويشال ميديا تاني يوم والدنيا قلبة ورائد فريق ورائد القاعدة أن الطائرة تكسب بالضبط لكن فيه فارق يعني هو قدر بشؤول فريقته صحيح وهو بيريح بيجرب ناس سواء يعني دي مفهومة مطمئنة على مسيرة بناتك بقى آه نتكلم على على البنات طبعا آه إنجاز آه بعتبره يعني ما بعده إنجاز يعني آه وما كده الدور اللي المرة الكامة كابتن آه دوالي الفور كاس ماصر أيضا لهذا الفريق صحيح وفي السنين الأخيرة آه يعني احتفاظه ببطولة أفريقيا أيضا والبطولات العربية يعني جميع البطولات اللي بيخشها الفريق الحمد لله يستطيع حتمعه علشان آه يتم اختياره المجلس الأعلى اللي بيادة في أفريقيا يتم اختياره خريق 2019 تاريبا أحسن فريق جماعي في القرى كابتن رعوف يعني موفق دايما وألف ألف وطمنتنا على المستقبل بإذن الله في قطاع نشاط الرياضي موسم زهبي شكرا لك شكرا لك شكرا لك لكابتن رعوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي للنادي وأعتقد شفته هذا الحصاد الرائع ده الدرع العام في السلة رجال وسيدات ده مهم جدا الدرع العام لشامل كل البطولات اللي بيشارك فيها النادي بالإضافة إلى احتكار كل بطولات الطائرة وكان المهم مش المستوى الفريق الأول بس فرق الناشئين والناشئات في الكرة الطائرة فازل بالبطولات اللي شاركوا فيها غالبا وده ياشي بمستقبل جيد يحافظ به الأهلي على مستقبل اللعبة إن شاء الله إيه حكاية وليد أزارو في كلام كتير جدا في الغربال بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد شفنا كمان في الغربال كلام مهم اليومين اللي فاتوا وأخبار متنسرة ومتضربة ومتعرضة عن وليد أزارو مهاجم الأهلي المغربي اللي كان معار للاتفاق السعودي وانتهت إعارته أو لم يكملها ألاقي موقع البطولة المغربي الأهلي يعرض على وليد أزارو تجديد عقده لمدة موسمين بس في المغرب برضو موقع سبورت الأهلي يرفض عرضا سعوديا يرغب في ضم أزارو خد بقى في مصر كل شيخ ولوه طريقة كل واحد مودي أزارو في حتة ألاقي موقع أزارو يثير أزمة جديدة ويطلب حسم مصيره بس كمان موقع تاني أزارو يفاضل بين بيرامدس وعروض أوروبية وخليجية ألاقي موقع ثالث أو رابع لقطع الطريقة على الأندية المنافسة ألاقي يترقب عودة أزارو لتجديد تعاقده الحقيقة فين راشواندس الحقيقة في الكلام ده طالما أن الدنيا كادة ملأخبطها يبقى ما فيش حقيقة طبعا الحقيقة هو ما يصدرها النادي الأهلي والأهلي لا يتحدث إلا فيما حدث أي يعني مش دور نادي الأهلي إنه ولنا بتفاوض مش دور نادي قرر نادي الأهلي اتفق نادي الأهلي كده أيها حد اللحظة دي لا فيش حقيقة غير عند الان. اه. انما الнаس الى عايشة بتمايرها. اه. حطين الارد على كتافنا يبلاخهم. بنقولوهم على كتافنا. في مسل اه. اه. ولك هتحطش الارد على كتفي. اه. انك كنت كل مدعو الحاجة. يعني يعني انت يعني الارد بلغت. كثير حطين الارد على كتاف. اه. الناس في مصر حطى الارد على كتاف. المسئولين على طول في النادي الان. هه. ويلابدو ان الارد برضو بيلحبهم يعني. ارد بأن. طيب يعني إذن الأهل مؤكد ينتظر وصول وليد أزارو من أجاستو في المغرب عشان يتم حسم الأمر معاه بكل الوضوح ولعب محترف عمل مشوار طيب جداً مع الناد الأهل وكلكو فاكرينه ده كان أبرز ما في الغربال من أخبار وأراء مختلفة لكن في كلام مهم حاولنا نمسك كل واحد بعظمة لسانه الجدارة والكتب خيبة كتب خيبة ليه؟ أنا ما اعتقدش أن فيه جدارة لأي بطل في العالم بطل للدور السنادي كانت جدارته بالتتويج أعلى مما حصل للناد الأهل وشوفنا أخونا العزيز تاري الأدور قد إيه قال وقفات كتير جداً في الأرقام القياسية اللي حققها تتويج الأهل السنادي الفريق الوحيد في العالم بطل الدور الوحيد في العالم مش بس اللي حاسمه قبلها بسبعة أسابيع أو سبعة مباريات لا ده الجدارة الكاملة أنه ما فيش فريق حسم الدور السنادي في العالم بينه وبين الوصيف بتاعه عشرين نقطة لغاية لحظة التتويج ما فيش فريق حاصل في اللقب على الاتنين واربعين بنسبة تقترب من سبعين في المية من مرات الفوز بيها لكن السنادي برضو كان مثال تشكيك كتير جداً ناس حاولت تتكلم كتير وتشكك لكن شاهدة شاهدهم من أهلها وكلام مهم للكابتن أحمد حسان ميدو في برنامجه في قناة النهار عن تتويج الأهلي نشوفه لازم طبعاً أبارك للنادي الأهلي على فوز بدوري هتعود بقى تقول دوري كورونا دوري بتاعه هو دوري مهم جداً ودوري كان صعب من خلال ظروفه يعني لو أنا أهلاوي أو أنا راجل موجود في الجوة النهار الأهلي هبقى مبسوط جداً بالبطولة دي ليه؟ لأن يا بطولة الفريق مر بيها بظروف صعبة جداً الدوري واقف فترة طويلة وإنت رجع كممكن ترجع بمشاكل ومدرب مشي في النص ومخدش عارف ترجعه وخدت وقت كل ده بيخلي إن بطولة الدوري دي بطولة تعتبر مهمة جداً بالنسبة بالنسبة للأهلي فمبروك للأهلي وجمهوره إن هو كسب بطولة الدوري وبصراحة عشان نبقى صرحة الأهلي كان حسن فريق في الدوري يعني لو جيت خدخات رجعت شريط الدوري تاني من أول أسبوع لغاية يومنا هذا الاستمرارية كانت موجودة عند الأهلي أكتر المستوى طبيعياً فيه مطشط 3-4 مطشط المستوى مش زي ما الناس متوقع لكن بصراحة دور الأولاني بالزيد بتاع الأهلي قبل توقف الكورونا الأهلي كان في حتة وبقيت فريق الدوري كلها في حتة تاني خالص خالص فدوري مستحق ودوري مهم جداً بالنسبة لنادي الأهلي وده اللي أنا بقولي أستاذ إبراهيم عندما يفوز الأهلي تظهر الحقيقة حتى عند الناس اللي كانت يعني بتقول كلام تاني لكن بترجع الأسباب والحقائق إلى أو ترجع الحقائق إلى أسباب الأهلي هو كان الأفضل في كل الأرقاب والحقيقة كانت تنميده مهما اختلفنا معاه يبقى إنه رجل فاهم وما بيكبرش آه يقول إفهات سعاد رجل زم الكاوي يجي في لحظة عايز يعني يظهر آآ آآ ويظهر شخصيته زم الكوية لكن بينه بالنفس هو يعلم الحقيقة فين وما بأول ما بلاقي فرصة بتظهر الحقيقة على لسانه فهو لخص أسباب موضوعية جداً لماذا الأهلي مختلف ولماذا هو الجدير ولماذا هزا يبطولة مهمة على فكرة حكاية دور كورونا دي يعني هو الحقيقة هو دور كورونا والأهلي خدها لأنه نازل من المريخ هو ما جالوش كورونا او ما كانش يعيش ظروفه الكورونا هو استغل للأندية المصريحة تعيش هذه الظروف لكن هو لأنه جاي من كوكب آخر لم يعاني من الكورونا في ايه جماعة احنا بنلعب في نفس الظروف في نفس الشروط برد وحالات الجميع انت بتقول لي عشرين بلد وفي ناس كتير بتقول لك اسل عبد القياع قال لك الدور بيحسن بارر الملعب تعرف الدور اللي بيحسن في الملعب كان لعشرين دول بقوا تلاتين الناس يعني فاكرة ان هي يعني اللي تاخد الكلام عكسي لأ ها العشرين كان بقوا تلاتين ها وارجع للصفارة في كل حتى للفار ده ده الفار ده لوحده من غير ما نزع على الفار مننا والله لك كل الاحترام يا فار ومتخدش كلامي بحساسية لكن لما تشوف الماتش اللي فات ها بتاع زمالك وطنطا وتشوف ماتش الآلي والي انت حاسك انداري اه انت بتحسب عليك ضرب جزاء يعني كل اللوايح اللي علموها لنا هم الحكام اللي ثقفونا بيها انك انت لما ترفع رجلك دينجرس بلاي عشان يحمي المنافس ولما توطي وشك دينجرس بلاي عشان تعمل المنافس يوطي اه لا ضرب الجزاء وطارد وطارد جزاء يعني عقوبة مزدوجة اه طب حسب تضرب الجزاء جدلية نروح لضرب الجزاء ما فيهاش جدل والشدة واضحة يعني كان بقولك تملي الحاكم ما عندوش طرف انه يحسب لانه ما بيحكم في ثانية طب عندك دلوقتي استئناف وبتروح للفار ترجع تصمم على رأيك هذا بنسمي ايه انا انا بسأل ومش هتكلم يعني لان الحقيقة ما بقاش في فايدة من كلام يبدو وبعدين يجي يعني ازا مالك وطارد تلاتة واحد هجي لك بتفاصيل طارد جاية جاية لكنه كلام ميدو اللي انصف فيه الاهل وتتويجه كان فيه كلام كمان مهم جدا من الزميل العزيز كارير رمزي وكريم واحد من الناس اللي لها رأي رصين وعندها دايما وابدا موضوعية موضوعية في عرض وجهات نظارها نشوف كريم رمزي في انتايم سبورت وظروف تتويج الاهلي الاهلي كسب الدور وبفارق كبير عن اعراب منافسيه وبفارق كبير من النقاط عن اعراب منافسيه الاهلي بطل عشان هو بطل الاهلي بطل عشان هو اسم كبير النادي الاهلي هو التاريخ هو الاسم الاكبر فيه الكرة المصرية والافريقية على مستوى البطولات وبالتالي مفيش مخلوق في الكون يقدر يوقع النادي الاهلي مفيش وبالتالي الاهلي لايفرق مع لاعب ولايفرق مع مدرب ولايفرق مع داري ولايفرق مع من بينتقده من بيديقه من بيحاول يشور على المشاكل اللي فيه هل في أصلا مشاكل في النادي الاهلي ولا مفيش حتى لو في مشاكل الاهلي برضو بيكسب ليه؟ طول ما انت عندك تاريخ كبير طول ما انت عندك جماهرية عظيمة هتفضل طول الوقت بتدفعك لقدام بتدفعك للانتصار ممكن يبقى معاك فلوس كتيرة طعف تجيب بيها لعبين وممكن تكسب بيها طبعا ممكن يبقى معاك بعض مسندق اعلامية كل الظروف الخارجية دي ممكن تساعد انك تكسب مباراة يعني بشكل مبالغ فيه ممكن تخليك تكسب بطولة لكن طول ما انت مش واقف على أرض صلبة مش واقف على تاريخ كبير مش واقف على جماهرية كبيرة عمر استمرارية الانتصارات هتحصل لك هو دا اللي حصل للنادي الاهلي في الفترة الأخيرة لازم جماهير النادي الاهلي أو بعض جماهير النادي الاهلي ترجع تاني تفهم يعني ايه النادي الاهلي النادي الاهلي ما بيقفش على حد النادي الاهلي ما فيش حد يعرف يأذيه ما فيش حد يعرف يديقه ما فيش حد يعرف يوقعه ليه؟ عشان الاهلي كبير طيب ملخص الكلام كلام رائع جدا طبعا ولازم كل الناس يفهمه لكن انا عايز اقول هو ملخص الكلام الاهلي مصيره في ايده مصيره في ايده يعني ايه؟ يعني هو السياج اللي الذي يحمي كلام اه كريم ان مفيش حد يقدر يوقع النادي الاهلي ممكن تاخد منه بطولا تاخد منه مش عارف ايه لكني يبقى الاهلي محمي بايه؟ بسياج سياسة وعقيدة ونظام ومبادئ وقيم وقدرة واستشراف وانك انت تملي استشراف ايه؟ يعني تبص المستقبل وتبقى متوقع الازمة ايه وتحلها وبسرعة وتتدرك نفسك هو ده النادي الاهلي اللي ولذلك عبر التاريخ من اول ما قلنا حسين حجازي وازمة حجازي لحد النهاردة وازمة صبحي وحيبقى بكرة فيه اعزمات اخرى لكن كيف يتعامل الاهلي؟ يتعامل محمي بسياجه التقاليد والسيستم والنظام الذي يسبق كل شيء انا بيتطفق معه بكل كلمة قالها طول ما الاهلي متمسك بهذه السوابط ما تخافوش على الاهلي ما تخافوش على الاهلي لانه قوة مصر النعمة الرياضية الجميلة الاهلي اللي دايما مشرف بلاده الاهلي اللي دايما رافع راية وطنه الاهلي اللي دايما النموذج والقيمة والقدوة الاهلي دايما وابدا عنوان مصر الجميل النادي الاهلي نشوفه على السنت وفي وجدان المعلقين الاشقاء العرب قالوا ايه على الاهلي اشتركوا في العالم سيقترب سيقترب على بعد رقم من رقم ميلا وبوكا 18 والرقم القياس العالمي هو للنادي لأهلي القاهري من 19 المدولة دولية فريق القرن نادي الاهلي المصري واحد من اعظم انبياء العالم لا على صعيد القارة الافريقية وحسن فريقان على مستوى العالم يتكبروا على الامهم ويتكبروا على احزانهم مهما غابوا وجابوا ما يمر موسم الا ويمر بمنصة تديو الريال والاهلي المصري الاهلي يصنع التاريخ يكتب الحدوثة فريق يعني الاهلي يتجاوز ان يكون فريق كبير يكون على فرق كبيرة لا هذا فريق اسطوري بالفعل هو من خانة الفرق الاسطورية بيلقابه بيمجاده بينجازاته بامتيازاته بدأتها بعنوان من يومه من تاريخه في ساعات الاختلاف الاهلي يجمع المصريين وفي ذات الساعات وفي يوم المحن الاهلي يرسم بسمة ويرسم دمعة دمعة فرح في عيون المصريين مجدا ينافس مجدا تاريخا ينافس تاريخا بالمجدا بابط بالنسبة للاهلي المصريين نادي القرن الذي يتعود على القارب الاهلي يا لك من اسم اسأله اهل ترابولز من اين لك هذا اسأله اهل البرج الجزائري من اين لك هذا اسأله اهلي جنة من اين لك هذا اسأله لا للأردني ولا للبحرين ولا للقطري ولا للامارات عفوا كلكم ولكن اعذروني المسمى مصري هم من بدأوا باسم العالم بالنسبة لي الشخصية حقيقة يعني من الاشياء التي كنت اتمناها من الاشياء التي كنت اتمناها كمعلق في عالم كرة القدم من يأتي الوقت المناسب لان اكون حاضرا على مستوى بطولة دوري ابطال افريكا الوقت جاء وجمع مين جمع مين عملك الغارة الاول الفرعون العود النادي الاهلي الله الله يا الاهلي الله مش معقولين مش معقولين بالمرة زد 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 سيوي سبارك زد ويباك ستيب مش مم كنا فناش فريق يلعب لاخر لحظة وكتب تاريخ وحول وجهة دور مثل النادي الاهلي مش منقل مش منقل مش منقل الشيادين الحمر يتشيطنوا فيستان شاكر ويخطفون التعادل هذا هو الاهلي بكبرياء بعقوانا بالتاريخ بامشادا بروح النادي الاهلي منقل ويخطفون بأسر موسيقى 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 احنا من الموسيقى من الموسيقى التوانسة لعبنا ضد الاهلي تسعتاشر ماتش بحليهم تلاتة مرات تضيحة موسيقى ترجع اثنين والافريقي واحدة والنجمة تفد واحدة يعني اربع شمبيونز نتكلم يعني على فريق واحد مثل اربع المتركة الدونسية موسيقى 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 نكمل معها هل يحتاج الاهلي الى رأي يا سيد اهلي هو واحد من عساطير النوادي في العالم موسيقى هو ده الاهلي وهي ده صورته وهي ده قيمته وهي ده شعبيته الاعلى الجارفة في كل الدول العربية وفي كل الدول الافريقية محدش يقدر يفاصل مع الاهلي لا في حجم شعبية ولا في قمة شعبية ولا في حجم الجماهيرية وانتشارها هو ده النادي الاهلي ولا في المكانة ولا في القيمة ولا في الاحترام ولا في الجدارة في كل مكان هنعرض لكم اغنية الشباب ربطة محب الأهلي في فلسطين شوفوا انبهارهم واعجابهم وعشقهم للأهلي عامل ازاي بمناسبة الأغاني على فكرة الأسبوع اللي فات لما عرضنا الأغنية بتاعة النادي الأهلي واعتقدنا هي من التراص الشعب الأهلاوي لأعتقدنا أنها للفنان الكبير شقوقه لكن اتضح أنها الفنان الراحل عاشق المدرجات الشيخ حسن شيخ حسن واحد من المطربين كان كف بصره لكنه فضل في الملاعب موجودة على طوله علي زيور كان بيساياته على طول صحيح توفى الشيخ حسن في الفين وطمنتاشر كان واحد من مشجيع الأهلي ومرتاد المدرج باستمرار ده كان الشيخ حسن الأغنية اللي عرضنا لكل أسبوع اللي فات لكن بمناسبة فلسطين وبمناسبة غزة وبمناسبة عشق الجماهير العربية للأهلي الأهلي بيضرب كالإعصار نستمتع بهذه الأغنية الأهلوية أهلا بحضراتكم من جديد شفنا حجم الحفاوة بأبطال الدوري وشفنا فرحة الأهلوية في كل مكان بهذا التتويق القياسي الحقيقي اللي بيجد دايما وابدا الإنصاف من أي حد بيفهم في الرياضة أي حد بيفهم في الكورة أي حد بيقدر الظروف المحيطة أي حد شايف الموسم بكل ما حدث فيه من تحديات صعبة جدا في النهاية فيه فريق بيتوج به بفريق عشرين نقطة على الأقرب المنافسية يعني آآ جبنا الناس اللي بتحب ساعة الجد تقول الكلام الجد فيه هنا ناس تانية لها وجهة نظر أنا بقع أشفق عليه بتشفق عليه آآ طبعا يعني أنت لما تشوف كابتن جمال بتاريخه وقيمته جمال عبد الحميد آآ جمال عبد الحميد ده أنا قلت إيه آآ كابتن جمال آآ كابتن جمال عبد الحميد آآ مع مهيبه هو بإيه يعني أنا عادة تشوفه لأن أنا مش عارف أحكم طب نشوفه عشان نحكم عليه مع بعض آآ تصرحتك من سنة ونص وانت بتقول اللي جاي زمالك كله زمالك اللي ياخد الدور السنة دي والسنة اللي جاية ممكن أجي قوعى ما تشككش فيه هجيبها لك أكسم بالله السنة اللي فاتت الأهلي خد الدور طب تعال بقى والزمال خد ايه والزمال خد ايه خد كونفدرالية أي بعيد عن الأهل كاس العربي السعودي المصري تمام بعيد عن الأهل ليه هو الأهل ما ما خدش كونفدرالية ليه عشان ما خدش كاس لا لا يعني الأهل ما كانش منافس عشان ما خدش كاس مصر ما بلعبش كونفدرالية طيب ماشي ما خد بقى ماشي وخد الدور السعودي المصري خد الكاس السعودي المصري وخد كاس السوبر الأفريقي تكلامك واضح قلت اللي جاي كله زمالي طيب أنا مالي خد مع بطولات ولالي خد بطول يعني وكأنه الأهل ما هل بقول لكم المهند سعد لي يعني فعلا ده رأيه يشفق على صاحبه لأنه لما يبقى الكلام الزمالك خد كونفدرالية علشان الأهل ما خدش الكاس فمعرفش يشارك في الكمفدرالية وكأنه الأهل لما طلع الاول بقى فاشل لأنه الكمفدرالية انتو عارفين يبيروح لها بطل الكاس وتلت الدوري الأهل اللي راح دور الأبطال لا وحش عشان كده ما راحش الكمفدرالية لأنه كسب الدوري لأ ليه مكسبش الكاس هو راح لدوري الأبطال لأنه كسب الدوري عشان كده بقول لك أنا يعني الحلقة دي بالذات لكابتن جمال ضغط تعليمه هي بقوي اه حاب يعمل حق إنه يعني ممكن يبقى فيها طرفة ناس يشوفها كابس أنا حسيت إن كابتن جمال يعني الأول مرة حس إنه مش مش بيقول حاجة هو مقتنع بيها الفراق قال له عشان مشوك قال له اه 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 ده المفروض مش عارف ايه إنما كان بيجادل طب قال لي كسب الدوري اه بس ما خدش الكاس مش عارف ايه بأسر مش خدت وبتدى حس يحسب يعني هو لعب الهلال حتى لأن الأهل اعتذر اه يعني حتى فيه دي اه وبعدين الهلال الهلال هما نسوا إن الهلال ملعبش بالمحترفين بتوعه اه حرم من نص المحترفين اللي هو جوميز الوحش ده اه 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 ايا كان يعني هي بس في اللي آخر برضو من الحاجات اللي بيتروج لها بالمستوى ده السلدمالك خد اربع بطولات ولقى اللي خد بطولة واحدة ده كمان اللي قاله الكابتن جمال ومع ما عرفش بيجيبوا الكلام منين وبطولة واحدة ازاي طيب الفترة اللي خد فيها السلدمالك لا استنى اللي استنى في دي هذا والنبي قال كده قال اربع بطولات السنة دي يبقى انت سالفات كنت صفر اه لا برضو كسب اربع بطولات واللي قد بالك اربعة يعني انت عايش تحسب المسلمين على بعض كسب كم تامن بطولات لا اربع بطولات وموقف العديد اربع بطولات ازاي اربع في يعني ما هو يكسب يكسب تامن بطولات اه كل سنة انما هي لما يبقى الجدن ملوش رجلين ومجرد الجدن لا مش كدة لا يعني يعني هقول لكم على حاجة اربع بطولات هزاي طب ده هو في ثلاث مواسم الاهل ياخد خمس بطولات وإزا مالك واخد خمسة اللي هو الكرت الجماعة خال له اربعة واحد في التلات مواسم الفين وسبعتاشر! الفين وطمانتاشر! الآهل الصوبر ودوري! والزا مالك كاس مصر! موسم تمنتاشر تسعتاشر! الاهل بطل الدوري! الزا مالك خدرلكونفودرالية! وكاس مصر! طبعا؟ في المرتين اللي هيcur بيلعب بالفينل الدور الابطال الافريطية! موسم تسعتاشر عشرين! الاهل الدوري وصوبر! بطولة واحدة يعني اللي عايز تعترف بدوري ولا عايز تعترف بسوبر ولا عايز تعترف بافريقيا ولا تعترف باي حاجة هي بس الكمبيدرالية. هو كان يقدر يقول ان احنا برضو رجعنا للبطولات دي حاجة في حد ذاته. كويس. واقعية وقوية. بزبط. 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 من غير ما تجيب سرط الاهلي. اه. بس. من غير ما تجيب سرط الاهلي. بس ازاي? ازاي والاهلي عامل بلو في دناغ ناس كتيرة? بجد. يعني. كل واحد لو تفرغ انه يشتغل وينجح فرقته وينجح نديس ادقوني. مصر كلها دي ما كويسة. معشان نتكلم بس. الخمس مطولات مطولات المباراة الواحدة وضربات الجزاء معظم. يعني حتى احنا اما كسبنا السوفر كسبنا نتيجة. اه. وتحسب علينا ضربة اي جزاء. وما تحسب لناش ضربة جزاء. في نفس المباراة اللي كان تلاتة صفر. وطلع التلاتة اتناه. اتحسب علينا ضربتين جزاء اللي هي في بداية الموسك. اللي ما حدش يجيب سيرتها. ايه. دي كسبناها نتيجة. ما كسبناش مضربات الترجية. صحيح. صحيح. لكن كلكم. وانه كل واحد تحصل له حاجة يبقى الاهلي وراها. صدقوني. وكأن الاهل اللي عمال ياخد كل البطولات ديت متفرغ انه يبصص للناس. ده عفة نصار. ازا ما لك حصل له مؤخرا ايه? كارترون مش. مين اللي ماشى كارترون? مين اللي لقى في دماغ كارترون? اسألوا عفة نصار. يعني في ناس من مصلحة نبقاش في ناد الزمالك في استقرار. ناد الزمالك صدقني بيتعرض لمؤامرة الفترة دي. مؤامرة ان ناد الزمالك يقع. الناد الزمالك ما يستمرش بالشكل الكبير ده. وكان فيه بعض الفرق اللي. مؤامرة من مين يا كارترون? بص دايما الفرق المنافسة. اه? زي ما كان بيحصل زمان كده. تفاوض مع اكتر يعني اكتر من لعب في فرقة ناد الزمالك في فترات معينة. اه نجوم ناد الزمالك في الفترة دي. اه اه اه. كلام كتير. يعني بص للمنافسين. هتلاقي ان الحتة دي كانت موجودة فترات كبيرة قبل كده. يعني الواحد طبعا مش عايز تتكلم مش وقتها. انما اه دايما اه لما ناد الزمالك بيكون نجمه عالي قوي. تحس ان فيه حاجات بتتكتف تتكتف عليه علشان ما يطلعش. انت فاهمني طبعا كويس قوي. وابتسامتك يعني وضحت ان انت فاهمني كويس. فاللي عايز اتكلم عليه. اي بص الناس عايزة تفهم. الناس عايزة تفهم. اه دايما المنافسين بيحاولوا يخترقوا اه ناد الزمالك. يعني لو بصينا الفترة اللي فاتت ناد الزمالك بياخد بطورة. هاي منافسين اللي هم من الاهلي هان? مثلا اه طبعا. ايه علاقة الاهلي براحيل كارتنوه? هقولك على حاجة. ايه علاقة الاهلي او بعض الفرق اني اني دايما يطلع العقوب بتاع لعبة نادي الزمالك ويحصل بعض المشاكل بين بعض اللعيبة جوا النادي. إيه مصلحتها؟ بتطلع منين العقود دي؟ أيه بس الأهلي بالسياسة وكده. ده بالعكس سياسة الأهلي طول عمرها كده. طول عمر نادي الزمالك كده. يعني أنت عايز فاهمني أن الكارتيرو الأهلي ليه دور في رحيلك؟ أن الفترة دي بقى فيه حاجة مش طبيعية بتحصى في نادي الزمالك. حتة تسريب العقود بشكل كبير جدا. حتة العقود اللي بتيجي للعيبة؟ سواني بس هو إيه علاقت برضو النادي الأهلي بتسريب العقود برحيل كارتيرون؟ سيبك مندي أنا بتكلم دلوقتي على حتة أن كارتيرون في يوم وليلا بيمشي؟ كارتيرون في يوم وليلا يمشي؟ يا رجل ده مش على الهوى ده القاعدة كانت متزاعة على الهوى ده الكلام كل الناس شافته لكن برضو الأهلي وراه الأهلي اللي لعب في دماغه طب أقول لك إيه ما تسمع رأي واحد زي ملكوي آخر الكابتن تامر عب حميد يمكن يقول لعفة نصار هو مين اللي ماشى كارتيرون وكارتيرون مشي إمتى تحديدا مفاجأة وحصيا لبرنامجك معلومة بس مش هقدر أقول مين اللي قالها؟ لأنها كانت في قاعدة مع حد يعني كارتيرون جيدا قوي بكارتيرون أنا عارف إن الكارتيرون هيمشي من أكطر من تلات أو اربعة شواله ده من قبل ما يجدد عقده أصلاً في الوقت بتاع تجديد العقد عارف إنه هيجدد ويمشي؟ لا هو بيجدد بس بالك بس هيمشي وهو بيجدد كان في حصل لغة لو تفتكر والناس تفتكر معي في التجديد بس هو طبعاً عشان أمانة الحوار وأمانة الجلسة اللي جمعتني به 2-3 ومخدتش منهم إذن إن أنا أقول من حدث لكن المعلومة دي أصلاً بعد ما مشي مش قبل صح؟ ولا أنت عارف من أربعة شهر إنه هيمشي؟ أنا عارف من ثلاث شهور يعني الشخص اللي هو على علاقة واطودة جداً جداً به قال لي هيمشي حتى لو جدد هيمشي طيب فكارتيرون جدد مع نادي الزمالك في التوقيت ده لأنه في هذا التوقيت لم يكن يمتلك أي عرض آخر وهو شغال مع نادي الزمالك كان بيدور على عروض إيه؟ أخرى خارجية فلما جاله العرض الخارجي رمى الشرط الجزائي قال سلام عليكم عليكم السلام يعني هو كابتن تامر رد على الكابتن عفد قال له لأ ده أنا من ثلاث شهور عارف وأنه هو جدد لأنه في نيته كان يمشي لو جاله عرض ما كانش معاه عرض أول ما جاله العرض بعد التجديد حطت شرط جزائي ومشي إحنا لا يعنينا وعلى فكرة إحنا بنتكلف هذا الموضوع رداً على اللي تقال إن النادي الآلي الزج بالآله الزج بالآله الزج بالآله أنا ما إحنا يا عمّة والله العظيم الثلاثة إحنا لو بنشتغل بالطريقة دي كان زماننا بنتنافس بجد إحنا اللي حطتنا في حتة بعيدة إن إحنا ما نمشتغلش بالطريقة دي والكتب خيبة ليه؟ لأنه أكتر حاجة وقفنا عندها في ملك وكتاب إحنا بنكلم في خمس مئة تمانية وخمسين حلقة علاقة الآلي بالإسماعيلي وقصة انتقال لعبة الإسماعيلي من الأهل للأهل وخلاص قتلت بحثة لدرجة إن إحنا حفظنا الأسماء وعرفنا كل واحد جزاي لكن نلاقي حوار صحفي كبير منشور هو الآلي زعلان إنه برامد خطف اللعيبة ليه؟ ما هو عمل كده في الإسماعيلي شوفوا الربط الغريب جداً ويتم التسويق لهذا الحوار على هذا الأساس وبعدين لما يتم الاستشهاد بأسماء في الحوار يتم ذكر يقول لك خمس لعيبة الآلي خادهم واقع الإسماعيلي إسلام الشاطر عماد النحاس محمد بركات طيب إسلام الشاطر كل الناس حفظة إن الزمالك اشتراه من الإسماعيلي وأعاروا للاتحاد جداً السعودي وكان عنده شرط جزائي في عقده دفعوا للزمالك وأصبح حر إعلقة الآلي بالإسماعيلي الآلي يفضل إسماعيلي إزاي؟ ده الزمالك اللي خاده زي ما الأهل السعودي أخذ محمد بركات لعب في السعودية وخذ بطولة الكاس والأهل جدا بيعوا للعرب القطري لعب سنة في قطر العرب القطري عرضوا للبيع الآلي حاب يشتريه من العرب القطري الزمالك دخل عشان يشتريه طلع الدكتور عبدالله جورج عشان أفكرهم بس بحاجة طلع الدكتور عبدالله جورج قالك ده مألب والآهل شربه ده مألب والآهل شربه ده مألب والآهل شربه بركات مصاب بمرض خطير والآهل الشرب مألب كبير ده ساعة لما الآهل ضمه اللعب اللي ينجح في الآهل يبقى الآهل يدمر به الإسماعيلي رغم أنه الآهل الإيد الثالثة بعد العرب القطري وآهل جدا إيه؟ موضوع كابتن بركات فيه طرفة آه اللي بيقول لك الآهل خطفه أنا بعد هو هو لما راح أهلي جدا خد أحسن محترف في السعودية ايه؟ كت حاجة غريبة جدا وأنا فجأت أنهم عرضين أو هو عايز يمشي فروحنا قابلته في البيت عندي كابتن بركات على اساس أنه يرجع على النادي الآهل كنت بقنيعه يعني فقال لي وأنا موافق قلت له نقرأ فتح آه فأنا بعمل كده قال لي أمين فتحك قلت له بركات فديحك فعرفت أنه هو السنة دي مش جاين آه احنا كنا عرضين آآ وقتها مثلا آآ وصلنا معاه اللي جادة لسبعمائة ألف دولار آآ آآ العربي القطري عرض تسعمائة ألف دولار وهو راح آآ حتى ما قلناش يعني إذا يعني يجيبوا الاستغناء يعني هو كان مقرر روح قطر آآ سنة اللي بعديه في البيت عندي بقى آآ عايز يمشي هو آآ فبتكلم معاه المرة دي بجادة كابتن قالي بص آآ أنا كنت بلعب كرة في السعودية آآ في قطر أنا يعني هي فلوس لكن أنا ملعبتش كرة آآ ما كانش حدي مستني مني كرة آآ أنا قاعد في البيت والناس بتجي لي وتروح علي وروح الملعب يعني ما حاس أنه هو في أجازة لا مش في مش في تحدي قوي مع نفسه مع نفسه يعني مش مطلوب ما حدش بحاسبه أنه هو يعمل حاجة يعني فأنا عايز أجي فيه على النادي الأهلي ألحا ألعب كم سنة قلت له نقرى الفتحة آآ قال المرة دي نقرى صح آآ قرى معايا الفتحة جبناه متين ألف دولار متين ألف دولار آآ ليه؟ لأنه هو ما كانش عايز يقعد وهما يعني في السعودية الكرة يمكن واخدينها باهتمام آآ أكثر من قطرة آآ أكثر تنفسية أكثر تنفسية وجدية طيب فريق كابتن بركات يبقى سنتين هو ربع ما هوش في مصر يبقى رجئ كده خطفناه من إسماعيلي زي عماد النحاس عماد عماد أصلا عماد النحاس الآهل إيه عمله كبري هل الآهل عمل كبري لعماده ولا لا مش عمل اللي سأله دميده سأله الأسبوع اللي فات نشوف عماده ورده على كبري الآهل إيه؟ الحتة بتاعت الناصر السعودي دي ناس كتيرة قالت إنها كانت كبري إن أنت تروح للأهل تي عائقة ولا أنت؟ لا لا أنا عاديك كلام فاك لا ما كنتش تعرف إن لا كان فيه تفاوض مع الآهل قبلها آه كان فيه تفاوض زمالك وبصراح هنا فيه مواقف اللي هي الحياة بقى أنا أتكلمت فيها كتير يعني بصم يد أنا احترمت عادي مع النادي الإسماعيل الغات أخر يوم حتى بعد الموشيت لأن أنا كان قسم بالنسبة لي إن أنا مش أحط عادي أنت بتقول لي مضيت للزمالك عشان كده أنا بصورة ما أنا قلت أنت معلومة ممكن كان حد يقال إن كان إن أنا ما مضيتش للنادي الأهلي غير بعد لما رجعت من السعودي إسلام الشاطر اتباع للزمالك لا طب إحنا هنجدد الإعمال خلاص طب هنجددي بقى فيه أرقام العروض اللي جاية كذا إنت ممكن هتديني كذا وأنا حابب إن أنا أكمل فجأة وده سيناريو أنا بقوله الغد دلوقتي الحمد لله رب العالمين يعني ما عنديش إن أنا أخاف من حد أو إن أنا بشيل هم حد في الكلام نفس الكلام اللي أنا قلته من 16 سنة بعيده تاني إن أنت تخلي سيناريو اللي كان بيتعمل يضغط عليك ويتصدر للجمهور إن أنت عايز تمشي وإن أنت عايز تمشي بالتحديد إن أنت تروح للأهلي يبتدي من هنا الضغط أول شيء أنا كنت مستغرب إن السيناريو ده بيتعمل معي لأن أنا في الوقت في 2001 لما كان في عاد فعلا من النادي الأهلي ويشهد على كلام ده الدكتور محمد حيازي والدكتور حيازي كان موجود وأنا رايح للإسماعيلية فأقول العماد أنت مضيت للنادي الأهلي وقلت له لا ما حصلش أه فيه تفاوضه في 2001 مش 2004 لما جيت النادي الأهلي طب إنت عايز يقول طول الله لو هتعملني زي فلان أنا ما عنديش مشكلة اللي هو فيها أولى يعني أفضل عاد طب خلاص طول العاد ومضي ونزلت من إسمعليه للمكتب هنا في الشركة الموانسي براهيم عثمان ووقعت رغم إن كان فيه أكتر وقت كان فيه ضغط على العماد أن أنا روح للنادي الأهلي وفي 2004 كان الوضع مختلف لقيت إن هو الناس بتبيعك للجمهور أنا ما توقعتش استغربت إن أنت تتبع كده يعني بيتضغط عليه فده كان السبب الرئيسي إن أنت رحلت إلى إسمعيل لأن نفسك إن أنت عايش في مناخ لا تقدرش إن أنت تشتغل فيه يعني أنت دم أنا خلينا أقول الكلام إن عماد النحاس تم دفعه خارج نادي الإسمعيل بشكل من الأشكال وكان طبيعا إن أنت عندك عرض من رحت السعودية وكان عندك عرض من نادي الأهلي كان فيه محاسكر مش عارف كنت موجود ولا بتعلق في البحرين مع كابت المحسن ده التويت في حداشر ألفين وتلاتة أو شهر اتناشر ألفين وتلاتة تفاوض معك الأهلي قبل كاس أمم ألفين وأربعة تفاوض معك الأهلي سبب أه طيب إحنا الكلام ده اتقالي أستاذ إبراهيم وكررنا كتير لكن إحنا ليه بنقوله كل ما هتقوله والأهلي بيغطى في لعبة إسماعيل الإسماعيلي هنواجهكو بالحقائق مش هنملي لأن إحنا عارفين أنتم مستنين اللحظة اللي النادي الأهلي يقول ما قولنا الكلام ده أنتو يعني يا مروجي هذه الفتنة بيننا وبين الإسماعيلي وبين أي جمهور تاني لا كل ما هتتروجه للأكاذيب كل ما هنواجهكو بالحقائق حتى لو قلناها ألف مرة فاصل نطلع على فاصل أهلا بحضراتكم من جديد الحقيقة استعرضنا كلام كتير بعضمة لسانه وكلام كتير في الغربال وده هامنا الوقت دون أن نستوى في بقية التفاصيل لكن هناك كلام كتير وأخير فيه مجلتنا في مجلتنا مجلت الأهل النهاردة العدد الصادر هناك كلام كبير عن تتوجات الفريق الأهلاوي بالكرة الطائرة الإعجاز أهلاوي لأنه اللي حاصل في الكرة الطائرة وكرة القدم ده إعجاز المجلة بترصده بالأرقام القياسية العالمية الحقيقة وكمان فيها ردود يمكن الزميل عبد منعم القسطة عامل رد معلوماتي على حوار الكابتن أنور سلامة وما شامله من مغلطات كثيرة جدا في المعلومات المجلة رد بالتفاصيل الكاملة على هذا الحوار ثم مقالات مهمة جدا سواء للأستاذ حامد عز الدين أو للأستاذ السر جدور الإعلام السوداني الكبير وكواليس المرحلة اللي فاتت وكل ما تم بشأن الكرة الطائرة وتتوجات الأبطال والمرحلة السابقة عدد ثري جدا يحتفي بالأهلي وببطولات الأهلي اللي دايما وأبدا متكررة الأهلي هو من ينتج بطولاته هتسمعوا على تقرير مجلة الأهلي من 40 سنة هتحس إنه معمول النهاردة بالله جديد لأبطال الدور النهاردة عشان تعرفوا إنه الحقيقة دايما وأبدا الأهلي بطل الدوري مجلتنا من 40 سنة مجلتنا من 40 سنة وتحديدا في عددها الذي حمل الرقم 332 والصادر يوم الأربعاء الموافقة 19 من شعبان عام 1400 هجرية والثاني من يوليو لعام 1980 جاءت عنوين الصفحة الأولى لمجلتنا الغراء مفاجأة لأبطال الدوري وأبطال الدوري في ضيافة سيدة مصر الأولى وجهان السادات تقبل الرئاسة الشرفية للأهلي وأبطال الدوري في السودان بدعوة من نادي الهلال وجاء في عمود للأهلي كلمة أنه إذا كان أول درس في الجغرافيا تعلمناه في المدرسة يقول إن الشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب فإن الأهلي هو بطل الدوري بلا منازع وأنه حصل عليه نتيجة جهد وتخطيط وعرق كثير وولاء كبير من لاعبيه لروح الفنلة الحمراء وليس كما يقول البعض أنهم أضاعوا الدوري بأيديهم أو أنه حصل عليه بسبب تهاون الآخرين وفي الصفحة الثالثة حرست المجلة على إبراز استضافة سيدة مصر الأولى جهان السادات لفريق الأهلي ومجلس الإدارة في بيت الأمة بلجيزة حيث أكدت سيدة مصر الأولى أن فوز الأهلي بالدوري انتصار للمبادئ والأخلاق الرياضية السامية وكان ميسكو الختام قبول السيدة الأولى لقرار مجلس الإدارة باعتبارها رئيسة شرف النادي وفي مقالته الشهيرة لحظة صدق رصد الكاتب الكبير عزة السعدني أفراح أهل القاهرة بانتصارات الأهل الباهرة وكتب الناقد الرياضي الزم الكاوي ناصف سليم في الأسبوع الرياضي في زفة الدوري عن فريق دولي هدية للأهلي استعداداً للاحتفال بالعيد الماسي وعلى صفحتين كاملتين رصدت المجلة أرقام الأهلي في البطولة السادسة عشرة وأطول موسم في تاريخ الكرة المصرية حيث شارك لأول مرة 32 لاعباً في مباريات الأهلي و12 نجماً سجلوا 50 هدفاً في 30 مباراة بخلاف هدف الإسماعيل الاعتباري خاض لاعبو الأهلي 467 ساعة تدريب وقطعوا خلالها 32 ألف كيلو متر وفي تصريحات للمايسترو صفوة عبد الحليم أكد خلالها أن جمهور الأهلي يستحق لقب الجمهور الرياضي المثالي والزمالك أفلت من هزيمة ثقيلة كما وصف دور المجموعتين بأنها مقبرة للكرة المصرية يا أستاذ إبراهيم لا جديد أطول موسم أرقام قياسية يعني رد على من يريد أن يشاكد في بطولات الأهلي هي هي نفس القصة لأنك إنت دي منطقية جداً عندما تكون في المقدمة أن تطرى الآخرون في مراية السيارة وهم يقرؤون رقم سيارتك فممكن تاخد مخلفة أعمل تهاج حلو الكلام دمتم للأهلي دائماً ودام لكم الأهلي بإذن الله بطلاً شامخاً وعلى خير أن نلتقي مساء الاثنين القادم إن شاء الله أصبع على خيال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر